إذن ارتفعت امدادات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا كما أظهرت بيانات شركة جازبروم الروسية وقالت إن الطالب هذا اليوم بلغ 97 مليون و 200 ألف متر مكعب وذلك ارتفاعا من نحو 72 مليون متر مكعب والذي سجل يوم أمس السبت توقعت روسيا ارتفاع حجم التجارة مع الصين بحلو عام 2024 مع نمو تدفقات السلع الأولية بينهما وتوقع مسؤول بالخارجية الروسية يصل حجم التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار بنهايتك الفترة مقارنة بنحو 147 مليارا العام الماضي وفي ظل تأثر تجارة الروسية بفعل العقوبات قال المسؤول أن الشركات الصينية لا تزال مهتمة بتوسيع نطاق وجودها في روسيا بعد رحيل بعض الشركات الغربية لكنه أشار إلى أن كثيرا من الفاعلين الاقتصاديين الصينيين عليهم توخي الحذر لتجنب التعرض لعقوبات ثانوية إذا ما ساعد روسيا أظهرت أرقام رسمية تراجع النشاط الصناعي في الصين إلى أدنى مستوياتهم منذ فبراير شباط 2020 مع مزيد من التراجع في الإنتاج والطلب وسجل مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعي خفاضا خلال مارس أذار الماضي وفقا لبيانات الهيئة الوطنية للإحصاء ويعود هذا التراجع إلى إجراءات الإغلاق التي فرضتها البلاد على عشرات المدن من بينها مراكز اقتصادية مثل شينز وشينجهاي للقضاء على انتشار الجائحة وتسببت تدابير الإغلاق في صعوبات اقتصادية مثل اضطراب سلاسل الإمدادات تتطلع الهند وهي ثاني أكبر منتجي للقمح في العالم إلى الاستفادة من التعطل العالمي لإمدادات القمح جراء الحرب الروسية في أوكرانيا وإيجاد أسواق جديدة للقمح في أوروبا وإفريقيا وآسيا وتبحث الهند تصدير القمح إلى مصر والبوسنى ونيجيريا والسودان وإيران فهل في وسع الهند أن تحل أزمة إمدادات القمح العالمية التي عمقتها هذه الحرب خلال هذا الشهر أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيسة الأمريكية جو بايدن بأن الهند مستعدة لتوفير السلع الغذائية الرئيسية خصوصا القمح لكل أنحاء العالم مودي أكد أن الهند لديها ما يكفي من الغذاء لسكانها البالغ عددهم حوالي مليار واربعمائة مليون نسمة يأتي ذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسعار القمح لأعلى مستوى لها منذ عام 1990 وذلك وفقا لأحدث تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو لكن ما هو ترتيب الهند بين الدول الكبرى المصدرة للقمح على مستوى العالم؟ قبيل حرب روسيا على أوكرانيا كان العالم يعاني نقصا في المعروض العالمي من القمح يبلغ نحو مليوني طن فقط لكن هذه الحرب عصفت بصادرات روسيا وأوكرانيا من القمح التي يبلغ حجمها 59 مليون طن وهو ما يعادل 30% من الصادرات العالمية من هذه السلعة الحيوية فهل في استطاعة الهند فعلا حل مشكلة النقص غير المسبوق في المعروض العالمي من القمح؟ عادة ما تصف الهند بأنها ثاني أكبر منتج للقمح في العالم لكن ما هو ترتيب يدلهي من حيث صادرات القمح على مستوى العالم؟ إجمالا يبلغ حجم المستوردات العالمية من القمح 200 ومليونين و600 الف طن وتبلغ صادرات الاتحاد الأوروبي من هذه السلعة 37 مليون ونصف مليون طن سنويا فيما تبلغ صادرات روسيا 35 مليون طن وصادرات أستراليا 26 مليون طن وصادرات أوكرانيا 24 مليون طن وصادرات الولايات المتحدة 23 مليون طن وصادرات كندا 15 مليون طن وصادرات الأرجنتين 13 مليون ونصف مليون طن أما صادرات القمح الهندية فقد بلغت سبعة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف طن في السنة المالية المنتهية في مارس آذار الماضي وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق بزيادة حادة بلغت مليونين ومئة ألف طن مقارنة بالعام المالي السابق إلا أن مركز الأبحاث السياسية وهو مؤسسة بحثية تقع في العاصمة الهندية يدلهي يقول إنه على الرغم من الزيادة القياسية في إنتاج الهند من القمح فإنه يتعين أن لا يأخذ الحماس دول العالم فيما يتعلق بقدرة الهند على إطعام الدول بهذه السلعة أوضحت هذه المؤسسة أن هناك مخاوف واسعة النطاق من تراجع حجم المحصول الهندي من القمح في الأعوام المقبلة جراء عوامل خطيرة مثل احتمالات نقص الأسمدة وتقلبات التقص التي قد تشمل سقوط الأمطار الغزيرة وارتفاع درجة حرارة الصيف بشكل كبير وتقول منظمة فاو إن عملية تصدير كميات كبيرة من القمح تستلزم تأسيس بنية تحتية ضخمة في البلاد مثل وسائل النقل ومحطات التخزين والسفن في الوقت الذي يعاني فيه العالم من ارتفاع تكالف الشحن فعلى سبيل المثال تعد كلفة شحن القمح الهندي إلى مصر مرتفعة إلى حد كبير حيث تبلغ في الوقت الراهن سبعين دولارا للطن بينما لا تزيد عملية شحن القمح إلى مصر من روسيا وأوكرانيا عن ثلاثين دولارا فقط للطن وقعت الحكومة المغربية اتفاقا مع النقبات الكبرى واتحاد أصحاب العمل نصب شكل خاص على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص يأتي الاتفاق في ذلك الارتفاع يسعر المواد الغذائية والوقود ويشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة عشرة في المئة خلال عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات لكنه لا يشمل القطاع الزراعي وسيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ما يعادل ثلاثمائة وثلاثين يورو من دون احتساب الضرائب ويتوقع البنك المركزي المغربي أن تسجل المملكة العمل حالي ارتفاعا في معدل التضاخم يصل إلى أربعة وسبعة عشر في المئة كما توقع البنك نموا ضعيفا بسبعة أعشر في المئة وسط استمرار ارتفاع التضاخم إلى مستويات أعلى من متوسطة العقد الماضي وفقا للمندوبية المغربية السامية للتخطيط بهذا نختم جولة الاقتصاد شكرا على المتابعة كل عامين وانتم بخير